اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد شوية هتبدأ فعليات اول ايام المؤتمر الاقتصادي اللي بتنظمه الحكومة المصرية واللي هيستمر لمدة 3 ايام واللي هيتم فيه منقشة الموضوعات كتير تخص مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة كبيرة مجموعة من كبار الاقتصاديين والخبراء المتخصصين تفاصيل اكتر عن المؤتمر وعن اهم المواضيع اللي هيتم منقشتها فيه والنتائج المتوقعة منه وهنعرفها من ضفنا اللي منورنا دكتور اسامة السعيد استاذ التنمية الاقتصادية والعميد السابق لكلية التجارة جمعة بني سويف صباح الورد عليك يا دكتور صباح الخير يا فاندي الصباح مشك على كل مصر لو نعرف من حضرتك كده تعريف بجلسات المؤتمر هتكون عبارة عن ايه بصابة؟ الحقيقة طبعا من يوم 5 اكتوبر تم عرض شبه تفصيلي للمحاور بتاع المؤتمر من خلال دولة رئيس الوزراء بناء على التكليف الرئيسي اللي تم من بداية شهر 9 لو احنا بصرنا للهدف العامل المؤتمر هو الوصول الى مجموعة من خرائط الطريق لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد القوم الغرض من خرائط الطريق دي اللي هي رصد التحديات اللي بتواجه كل قطاع ورسم السياسات الملأمة لتعزيز دور القطاع الخاص بشكل يستطيع ان يحقق افضل نتائج خلال اجل القصير والمتواصل لان احنا قريدي عاملين رؤية مصر 2030 خطة التنمية المستدامة ودي توجهات الرئيسية للدولة ولكن نظرا لكل اللي تابع التصريحات بتاع وزراء الاقتصاد والمالية وبعض الرؤساء الحكومات في العالم اللفظ المشترك بينهم ان احنا مش عارفين بكرة يحصل في ايه وبالتالي التصريحات صندوق النقد مش مبشر ابدا بالنسبة الاقتصاد الدولي او اقتصاد العالم او الاقتصاديات المتأثرة بالقزم طبعا هي موجات يعني ما نقدرش نبقى وسط البحر ونقول الموجة اللي جاية دي من بعيد مش توصل هتوصل لي جايز توصل بسرعة وجايز توصل بوبط دوري انا ان انا اكون محتاط من هزي ويمكن زي ما تفضلت السيد زرين ان ياسمين سيد زرين ان الجلسات المؤتمر لو احنا بصنا لها هنلاقيها زي المنشور او زي المسلس اليوم الاول بيتكلم فيه عن السياسات العامة والاقتصاد الكلي واليوم التاني بتكلم على تعزيز دور القطاع الخاص ده محور اساسي واليوم التالت خرائط الطريق الخاصة بكل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي فلو احنا بصنا لها هنلاقي ان رأس المسلس هو احنا هنعمل ايه في السياسات العامة السياسات العامة والاقتصاد الكلي ده ببساطة جديدة ده عبارة عن الحديث عن الموازن العامة للدولة بس هو ايه اهمية الترتيب بالشكل ده اهمية الترتيب لان ما اقدرش اجيب حاجة قبل التاني يعني ما اقدرش اتكلم في دور القطاع الخاص وتعزيز هذا الدور واعمل في ايه قبل ما اكون اتفقت الاول على السياسات العامة للدولة هتبقى ازاي وما اقدرش اخش في قطاع مثلا الزراعة ولا قطاع الطاقة ولا قطاع التعليم الا لما اتفقت الاول على انا اعمل ايه بالنسبة للقطاع الخاص واحل مشاكله ازاي وازاي انا اعزز دور الدولة بالنسبة له لما نجي لليوم الاول هنلاقي ان تقريبا كل يوم في حوالي اربع جلسات الجلسة الاولى النهاردة ان شاء الله هتكون عن جلسة افتتاحية بيتم عرض فيها المؤشرات الخاصة بالدولة المصرية في جميع المجالات بشفافية تامة في ظل الازمات اللي حددتها مع دولة رئيس الوزراء في خمس انواع من الازمات اكيد هيكون منها كوفيد-19 وتأثيراتها الحرب الاوكرانية وتأثيراتها التضخم العالمة وتأثيراتها طبعا الاعداد الجيد للمؤتمر بنعرفه ازاي بنعرفه من ان درجة التفصيل في كل محور وفي كل يوم وفي كل جلسة والهيكل اللي هتدار بالجلسة ونوعية المشاركين ونوعية المتحدثين واللجان الصياغة اللي هتبقى شغالة اول بول ده بيطميني على ان التحضير ان شاء الله تحضير تم بشكل جاي ادارة الجلسات دي مش بس من 400-500 بس وده عدد كويس جدا من الخبراء والمتخصصين والناس اللي هم ممكن يكونوا مرتبطين اكتر بالقضايا اللي هتم مناقشتها لا هنلاقي كمان ان من يوم 6 اكتوبر لغاية مثلا 25 يعني حوالي 19 يوم معمول تطبيق على الهاتف المحمول معمول موقع الكتروني لطلق الأفقار والرؤى وعرض المشاكل وعرض الحلول من كل الشعب وبالتالي هنا توسيح قاعدة المشاركة دي مبادرة من الحكومة ان احنا كلنا بنحاول نحل الأزمة لان اكيد عندنا خبرات اكيد عندنا متخصصين اكيد عندنا وكهات نظر او تجارب او رصد لدراسات او ممارسات دولية جيدة انه هيترتب على هذا الاقتراح انه يكون فيه تطبيق انه كل الشعب يشارك فيه اقتراحات لحل الأزمات الاقتصادية انه هو هيقلل من نسب تصديق الشائعات خلينا نقول ايه ان المواطن نفسه كونه يحس انه يقدر يكتب تعليق انه ليه صوت ده في حد ذاته مشاركة ايجابية طبع انما انا اخد ايه انا باخد من متحدثين متخصصين في جزئية معينة طبع وبشوف الممارسين بيعانوا من ايه عندهم مشاكل ايه ولو احنا شفنا الجلسة التانية في المؤتمر هتلاقيها عن ايه عن السياسات العامة اللي هي ممكن تكون تمثل رصد للأفكار اللي نجحت او الممارسات الدولية الجيدة في كل مشكلة من المشكلات اللي هتم التوافق على انها موجودة ايه التحديات اللي عندنا احنا عندنا قضية ولا اتنين ولا عشرين قضية طب العشرين قضية دول كل قضية من القضايا دي الدول التانية او افضل الممارسات حتى لو كانت تاريخية دخلت فيها ازاي ايه المداخل غير التقليدية اللي يتعامل مع كل قضية من القضايا بننتقل بعد كده الى حاجة مهمة جدا في اليوم النهاردة اللي هي بعد ما احنا نتفق على السياسات العامة دي هننتقل الى الى محاور خاصة بالدين العام والتمهيد لليوم التالي اللي هو دور القطاع الخاص هيبقى ازاي التضخم اللي هو سيمة عامة لكل الاقتصاديات هيتم التعامل معا ازاي انه التحدي الاكبر هو انه في ظل هذه الازمات الاقتصادية او الازمة الاقتصادية العالمية ان احنا نبقى ماشيين في خطة جذب الاستثمارات جذب الاستثمارات ده شيء طيب جدا ويمكن هتلاقي اليوم التاني مراكز على ده لان في محورين مهمين جدا وصيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي ايه العلاقة باللي اتنين صندوق مصر السيادي ده عبارة عن الفوائد اللي بتتحقق عندنا ازاي بنستثمرها في مجالات تدر عائد فيمكن اخر رصد كان في الموضوع ده كان في بداية 2021 كان ترتيب صندوق مصر السيادي 41 من ميل لان حجم الاستثمارات فيه رأس المال فيه حوالي 13 مليار وده رقم مش كبير بس هل دول من عوامل جذب الاستثمارات في مصر اللي بتتميز بيها مصر جذب الاستثمارات الاستثمارات دي استثمارات خارجية الاستثمارات الخارجية لما تيجي بتيجي اما انها بتنشئ مشروع جديد او بتخش بمشاركة فيه مشروع قابل وعشان كده بنصلح المفاهيم ما فيش حاجة اسمي يبيع اصول ما فيش حاجة اسمي يبيع اصول انا بخش على مشروع المشروع ده اما مشروع جديد او مشروع انا داخل بنسبة مشاركة فيه وبالتالي دي الشائع اللي بيركز عليها قوي اهل الشر والناس الممولين فاحنا لازم نصحح واحنا ماشيين بعض الافقار وبعض العبارات اللي هي ما بتكونش سليمة لو جينا لليوم التالت هنلاقي فيه انه ده يوم مهم جدا جدا لانه بتتم فيه على مرحلتين جلسات متوازية عددها عدد الجلسات دي ممكن يكون 11 او 12 جلسة على التوازي تنتهي بجلسات عامة الجلسات الخاصة او النوعية او المتخصصة دي بتناقش مشكلة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المرسل يعني مثلا هنلاقي جلسة للطاقة والطاقة المتجددة على التوازي هتكون شغالة جلسة تانية للتطوير العقاري للمشاكل المالية للقطاع المالي السياحة والطيران ممكن التعليم والصحة والتعليم والصحة ما كانوش مرصودين ضمن الآضايا اللي هتتناقش في المؤتمر بس مجلس الوزراء ضعف اكيد في حاجة اسمها اقتصاديات التعليم واقتصادات الصحة واقتصادات الخدمات الطبية فحضاشر או عو12 جلسة هايبقى على التوازي وتم تقسيم المشاركين الى متخصصين في كل مجال من المجالات دي بعد ما هيبقى مطلوب منهم تحديات التحديات والمشاكل الخاصة بالقطاع وايه افضل السبل اللي التعامل مع هذه طبعا أهل التخصص في التطوير العقاري هم حفظين المشاكل اللي موجودة في التطوير العقاري طيب ايه المشاكل بتاعدي هل مشاكل تسويقية ولا تمويلية ولا فنية ولا إدارية طب عايزين ايه من الدولة يبقى كل قطاع من القطاعات دولت أنا عايز منه مخرجات تتمسل ايه التحديات اللي بتواجهك وايه المشاكل وايه انت شايف ايه الدولة تقف جنبك ازاي والحلول اللي من وقت نظرك طيب بننتقل بعد كده إلى محاور عامة جلسات عامة هما اتنين حاجة عن الصادرات وحاجة عن محور قناة السويس ودي المطلوب منه ان نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا في التصدير وايه كيفية الوصول إلى سبل للوصول إلى حلم المئة مليار دولار صادرات ومن ناحية تانية محور قناة محور التنمية في قناة السويس هيكون شكله ازاي خلال برضو من ثلاثة لخمس سنين واخيرا الجلسة المهمة اللي هي هتبقى ايه خلاصة كل الايام وكل الجلسات هتبقى يعني لو احنا عدينا الجلسات هنلاقيها مثلا هتعدي العشرين جلسة فالعشرين جلسة دولة لازم نلخصهم في نتائج وتوصيات طب نقدر نقول ان ايه التوصيات المنتظرة بقى من المؤتمر مش عايزين نستعجل ونقول من دلوقتي ايه لا توقعات حضرتك يعني لا انا انا متوقع تماما ان خلال هقول لي حضرتك مثال واحد مثلا وثيقة ملكية الدولة تم عمل اكتر من اربعين جلسة وشارك فيها جهات اكتر من الف خبير عشان يضعوا مسودة مسودة وثيقة ملكية الدولة طب وثيقة ملكية الدولة دي لما هم يوصلوا الى تفاصيل الى ان الدولة هتتخارج من حوالي تسعة وسبعين نشاط وهتبقي على خمسة واربعين نشاط استثماراتها فيها وقد انخفض في المستقبل وفي واحد وعشرين نشاط لا هتفضل الدولة مستمرة فيها وقد تزيد يبقى اذا ده بيديني انا مؤشر ليه الى ان كل مشكلة من المشاكل اللي هتم منقشتها التحضير لها كان تحضير جيد وانها ما كانتش مجرد مشاركة بس لاطفاء صفة المجتمعية على الموضوع ولكن فيه تفاصيل التفاصيل دي بتطميني الى ان هنوصل لنتاج ومؤشرات خاصة بالثلاث سنين او الخمس سنين جايين بشكل جاي النتاج والتوصيات مش مجرد هي بنود احنا بنتكلم فيها لا ده هتكون خارطة الطريق للتنفيذ والتنفيذ هيكون ازاي بقى برضو في رؤية لكيفية التنفيذ انها هتتعمل برامج البرامج دي هتكون مسؤولة عن جلسات الحوار الوطن اللي بدأت قبل المؤتمر فصحيح ان اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطن مشاركة في المؤتمر بس هترجع لها هذه النتاج وهذه الخرايط وهذه التوصيات عشان تبدأ تعمل برامج عمل وقد يتطلب الامر اتخاذ قرارات وزارية جديدة او قرارات مجلس الوزراء او قرارات جمهورية وقد يتطلب الامر تدخل بتالي شريعات جديدة ايه اهمية مشاركة لجنة الحوار الوطني لانها الحوار الوطني اعم من الجانب الاقتصادي بينقش محاور كتير جدا ومن ضمنها المحور الاقتصادي فبالتالي عشان يبقى فيه تكامل ما بين الجهود ما يبقاش ناس بتشتغل في مجال وناس بتشتغل في نفس المجال وما فيش طلاقة بينه فلازم تكون فيه علاقات ما بين رؤية الدولة للقضايا احنا بدأنا حوار الوطن الحوار الوطن في جانب سياسي جانب اقتصادي جانب اجتماعي جانب بيئي جانب خاص بالتعليم اضايا كتير طيب لما نروح للجانب الاقتصاد طيب احنا بنعمل مؤتمر اقتصاد وهنعمل بعد كده مؤتمر للمناخ لازم تكون فيه رابطة ما بين كل هذه المؤتمرات عشان في النهاية التوجه يبقى توجه واحد والسياسات او البرامج او الخطط اللي هتتطبق تبقى عليها اتفاق من كل اللي شاركوا في هذه المؤتمرات طيب خلينا كمان نتكلم على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة واهميتها يعني للاقتصاد المصري انا بعتقد ان اليوم التاني هيبقى يوم بينائش في الجلسات المتوازنة دي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال لان هلاقي في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد ال 11 او 12 اللي هيتم تناولهم هلاقي فيهم امكانية الدخول لسلاسل القيمة اللي هيكون فيها الصناعات المغزية والصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل صناعة يعني اخذنا الزراعة هنلاقي فيها مشروعات صغيرة والمتوسطة اخذنا التطوير العقار هلاقي فيها مشروعات صغيرة والمتوسطة وريادة اعمال وابتكار وفكرة أن سلاسل القيمة داخل كل قطاع من القطاعات دي فده هيكون شغال معايا والدولة عملت البنية التشريعية والتنفيذية الكفيلة بزيادة دور المشاعات الصغيرة والمتوسطة سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي فيه قانون التمويل المتنائي الصغر وقانون المشاعات الصغيرة والمتوسطة الجديد فالجانب ده أنا أعتقد أنه جانب مستقر ولكن هيتناقش مش في محور لوحده ولكن مع بقية المحاور في الجلسات النوعية المتخصصة طب يترى إيه هي أهم التحديات بقى اللي بتواجه المستثمرين بشكل عام وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص الحقيقة طبعا رجال الأعمال في مصر فئات فيه كبار رجال الأعمال فيه صناعات أو مصانع صغيرة فيه حالة من التعصر بسبب ارتفاع تكلفة متخلات العملية الإنتاجية ودي كل ما كانت الصناعة بتعتمد على نسبة أكبر من المكون الأجنبي أو المتخلات اللي بيتم استيراطها كل ما زادت المشاكل بالنسبة له لأن إحنا عندنا أولويات في الاستيراط وخصوصا في وجود ضغوط على العملة الأجنبية فبالتالي فيه كطاح كبير من رجال الأعمال عنده مشكلة خاصة بالاستيراط بمدخلات العملية الإنتاجية بالتضخم وارتفاع تكلفة التشغيل ودي مشكلة كبيرة وارتفاع سعر الدولار المتصاعد ومنتظر أن لما نقرب من المستوى اللي عليه العلاق وما بين الجنيه والدولار أن إحنا يرتفع مستوى التضخم لأسف لما بنيجي نتكلم عن الانتربرنورز تحديدا أو المشروعات الناشئة عندهم مشكلة الحرام بيتعثروا دائما يعني معظمهم بيتعثروا تلاقي المشروع وقف فجأة عند حضرك حق لأن المشروع الصغير هو صغير ليه تخيالي حضرتك أن أنت جبتي الحالة اقتصادية زي البحر أو المحيط وانت جبتي حد لسه متعلم السباحة جديد وقلت له انزل عوم لو البحر مستقر ودنيا كويسة بيقدر يحقق هدفه ويعوم ويكمل إنما لو حصل أي حاجة هو أول واحد بيتضر وعشان كده أنا لازم أحمي الصناعة الصغيرة مش من خلال الدولة بس لا من خلال رابطة فنية إيه هي رابطة الفنية؟ سلسلة القيمة سلسلة القيمة بتقول إيه؟ أنا عندي مشروع كبير مشروع قومي مشاريع متوسطة مشاريع مغزية فلازم السلسلة دي تبقى ضمن والحكومة عاملة إيه؟ عاملة إن كل التوريدات في قانون المناقصات والمزايدات اللي سموه بعد كده التوريدات الحكومية إن لا تقل الواردات الحكومية من القطاع الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن 80% فكده بتضمن اللي بيظهر بس المشاريع الصغيرة والمتوسطة لازم تظهر لي يعني ما تبقاش مستخبية في اقتصاد غير رسمي وأنا وتفشل طيب وأنا مش شايفك أو أنت بتعمل كل ما في وسعك عشان ما تظهرش فأنا عايزك تخشي لإقتصاد الرسمي الأول وتتسجل وساعتها هتبقى فيه مزايا كبيرة جدا ملف ضريبي للصفحات الأونلاين يعني هل ده مقصوبين لإقتصاد غير رسمي؟ هو من ضمن الأفكار اللي اتعرضت إن فيه أنشطة بتغلي إيرادات كويسة جدا وخارج النطاق الرسمي فلو دخلت في النطاق الرسمي هتبقى مفيدة لهم من ناحية الاستمرارية ومفيدة للدولة من ناحية تنمية الإيرادات السيادية للدولة أو بتنزل عليهم عقوبات التهرب الضريبي في حالة الاستمرار لما يزعى ما فيش جريمة بدون نص فطالما ما فيش نص على إن النشاطة خضع للدريبة فبالتالي ما قدرش أنا أقول عليه متهرب إلا لما يكون فيه نص مقنن وحضرتك لو بلوجرز أو يوتيوبر بتبقى عارف نظام المحاسبة هتبقى إزاي إيه الإيرادات اللي بتتحول لك وممكن بعض الأفكار لأن الممول هنا مين؟ مصدرين إما إدارة اليوتيوب فبالتالي بتدفع بالدولار أو مؤلنين داخل أو خارج مصر فبالتالي لابد إن إحنا لما نجي نصيغ قانون بالشكل ده نصيغ بالطريقة اللي هي تسهل على الممارس للنشاط ده إنه يدفع حق الدولة ممكن أدينه مزايا لو دفع بالدولار وبالتالي الحصيلة الدولارية عندي تبقى جاء مصدر لها وإحنا ندخل عملة صعبة وحاديك بتشوفي الناس كلها شغالة على اليوتيوب قاعدة تسمعه ونسب المشاهدات عالية فنستفيد منه أكيد طب لو تكلمنا تانية عن المؤتمر نقدر نقول إنه إيه النتيجة أو النتائج المتوقعة من المؤتمر بشكل عام؟ إنه هيبقى فيه خطط لدى الحكومة متفق عليها مجتمعيا خطوات طلعة من المتخصصين والممارسين وبالتالي ما هيبقاش فيه هات وخد بالنسبة لإيه إحنا كان مفروض نعمل كذا ولا كان مفروض نعمل كذا الطريق ده أسهل ولا الطريق ده أسهل ليه عملنا ده وما عملناش ده؟ لإنه خلاص إحنا كان الهدف من المؤتمر هو إن نصل إلى النتائج لكل مشكلة من المشاكل اللي إحنا توفقنا عليها طيب أهميت برضو عرض وثيقة ملكية الدولة في بداية اليوم التاني من المؤتمر ودورها كمان في تشجيع المستثمرين على الدخول في الكطاعات اللي بترغب الدولة في التخارب منها هي وثيقة ملكية الدولة مفهوم مش متداول وبالتالي ما فيش معرفة كاملة بوثقة ملكية الدولة لكن لو بصنا على مفهوم وثقة ملكية الدولة هي عبارة عن محفظة استثمارات تمتلكها الدولة محفظة الاستثمارات دي بيتحدد فيها إطار العلاقة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص فيمكن وزارة الاقتصاد أصدرت ثلاثة ألوان للوثيقة دي وثيقة حضراء بتتخارك فيها الدولة من بنسبة 100% طبعا احنا بنستأذن حضرتك دكتور أسامة السعيد وزي ما حضراتكم شايفين معنا وصول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة ليشهد طبعا فعليات المؤتمر الاقتصادي الأول في أول أيام المؤتمر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة